موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة أهلا بكم الشيخ الخنجر يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويبحث معه التطورات في العراق والمنطقة الأردن يجدد دعمه للعراق في مواجهة التحديات الراهنة ووزير خارجيته يزور بغداد حوارات إخراج القوات الأمريكية تستمر ومخاوف من تجميد الأصول العراقية في الخارج موسيقى وليلة دامية قرب ساحة التحرير شهداء بهجوم شنه مسلحون على المتظاهرين في السنة إلى التفاصيل مرحبا بكم مجددا استقبل رئيس تحالف المحور الوطني للأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر في مقر إقامته بالعاصمة بغداد السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكزيموف وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وثمن الشيخ الخنجر الدعم الروسي للعراق من خلال المساعدة في عودة النازحين إلى مناطقهم ودعم الاستقرار من خلال المشاركة الفاعلة في القضاء على الإرهاب ودع الخنجر الشركات الروسية الرائدة للمشاركة في إعادة بناء البنى التحتية للمدن المحررة هذا وشهد اللقاء بحث إمكانية ابتعاث عدد من طلبة المناطق المحررة بإكمال دراستهم العليا في الجامعات الروسية الرصينة على نفقة المشروع العربي في العراق لذلك بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سبول تهديئة الأوضاع في المنطقة وبحسب بيان لمكتب صالح فإن الأخيرة شدد على اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وتهديئة الأوضاع وتجنيب العراق والمنطقة صراعا قد يجر المنطقة إلى نتائج لا تحمد عقباها وأكد صالح على ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية واصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صباح اليوم إلى العاصمة بغداد بعد زيارة رسمية لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة وبحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره الأردني السبل الكافية لتجنيب البلاد من أي صراع أو حرب إقليمية تدور رحاها في المنطقة الشرق الأوسط ولفت البيان أن المنطقة لا تتحمل المزيد من تدهور الأمن وجر البلاد العربية إلى أتون حرب من شأنها أن تسهم في تراجع الأمن العالمي مجددين على أن لا تكون البلاد ساحة لتصفية الحسابة بين البلدان أطلعنا السيد معالي الوزير على مجموعة من الأحداث الداخلية الوضع الداخلي في العراق ناقشنا أيضا الورع الإقليمي والتحديات الموجودة في المنطقة وأيضا أدوات تخفيف حدة التوتر والتهدئة في العراق وركزنا بشكل واضح وصريح على أن العراق لن يكون ساحة للحرب والمعارك بين الأطراف نحن مع التهدئة نحن مع التنمية وأن برنامج عمل السيد الرئيس الوزراء رغم أنه الآن هو رئيس وزراء تصريف أعمال ولكن التنمية لن تقف وأيضا البناء لن يقف وبالتالي نحن مستمرين في هذا المجال أطلعنا معالي الوزير على الخطوات العراقية في هذا الاتجاه نحن وقلنا له بشكل صريح أن العراق الآن في موقف لا يحسد عليه هذا وأشار وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى أن العراق أكد مرارا وتكرارا للجانبين الأمريكي والإيراني أن أراضيه لن تكون ساحة للصراع مشددا على أن تكون الحلول عن طريق الوسائل الدبلوماسية نحن قلنا للجانبين الأمريكي والإيراني وبشكل صريح وواضح نحن لا نريد أن نكون ساحة وسطية للتصارع بين الطرفين هناك خلاف واضح هذا الخلاف يمكن حل وبشكل واضح وصريح عبر طاولة المفاوضات وطاولة المفاوضات دائما تجلب جميع الجهات وأيضا تصل إلى نهاية مهمة ومثمرة فمرة ثانية نقول لهذه المباحثات نقول للأخ معالي الوزير عيمان الصفدي أن دائما زيارته إلى العراق هي مثمرة العلاقات مع المملكة الأردنية وأيضا نثمن ما قام به جلالة الملك عبد الله من دعم العراق دعم متواصل سواء كان أردنيا أو خارج الأردن مع الدول التي لديهم علاقات متميزة معها كما تم التأكيد على أن أي تصعيد في المنطقة سيؤزز من قدرة الإرهابيين لعادة تنظيم فلولهم ويقوض جهود المجتمع الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ويهدد بإشعال المزيد من الصراعات في المنطقة من جانبه بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه يحمل رسالة من العهل الأردني الملك عبد الله الثاني يؤكد فيها على ضرورة خفض التصعيد مشيرا إلى أن المملكة تقف إلى جانب العراق لحماية شعبه واستقرار أمنه تشرف بأن أكون في العراق الشقيق اليوم حاملا رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء تتمحور حول تنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة وتؤكد وقوف الأردن بالكامل إلى جانب أشقائنا في العراق من أجل حماية استقرارهم وأمنهم وحفظ سيادتهم وضرورة أن نعمل جميعا سواء في المنطقة أو في مجتمع الدولي من أجل احترام سيادة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره لأن في احترام سيادة العراق وفي الحفاظ على أمنه واستقراره ضرورة إقليمية تحتاجها المنطقة ويحتاجها الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ولفت الصفة إلى أن المنطقة ستخسر كثيرا إذا تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية مؤكدا أنه من الضروري والملح الوقوف جميعا بجانب العراق لتعزيز الأمن الإقليمي استخسروا المنطقة كثيرا إذا ما أحيل العراق ساحة حرب وصراع وتستفيد المنطقة كثيرا ويتعزز الأمن والاستقرار إذا ما وقفنا جميعا إلى جانب العراق ليكون ساحة للبناء والإنجاز وتقديم الأفضل لأشقائنا في العراق من هنا موقف المملكة الأردنية الهشمية كان واضحا منذ البدء في الدعوة إلى خفض التصعيد في الدعوة إلى اعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمات وفي الدعوة إلى تحييد العراق الشقيق عن تبعات أي توتر إقليمي في المنطقة وضمان أن لا يكون العراق ساحة للصراع والتوتر حول هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من أربيل عبر الأقمار الصناعية السيد ماجد الغيسي المحلل السياسي مرحبا بك سيد ماجد سيد ماجد يبدو أن التوجه العربي الوحيد بخصوص الأزمة الإيرانية الأمريكية على أرض العراق متمثل بالأردن برأيك ما سر هذا الاهتمام الأردني بموضوعة العراق سيما وأننا نتحدث عن أزمة وشيكة يبتعد عنها الكثير من الدول العربية ما عدا الأردن مساء الخير الحقيقة الأردن يعتبر العراق العمق الاستراتيجي له ولديه حدود طولها 181 كيلومتر وبالتالي التأثيرات وأي صراع ما بين الوحيدة المتحدة الأمريكية وإيران داخل العراق سينعكس سلبا على الوضع الأمني للأردن ونحن نعرف أن التنظيمات المتطرفة أيضا متواجدة في داخل الساحة الأردنية وداخل الساحة العراقية والسورية وفي المنطقة حتى وأن كانت بشكل محدود أو بش على شكل خلايا نائمة أو بؤر ولكن التهديد تهديد الأمن الوطني العراقي من خلال هذا الصراع الذي ينعكس على استقرار وأمن العراق سوف ينعكس على المنطقة كذلك هناك الأردن يعتبر العراق أيضا النافذة الاقتصادية بالنسبة له هناك تفاهمات وهناك شراكات اقتصادية وهناك أيضا المسار والطريق الرابط ما بين بغداد وطريبيل إلى عمان وإلى العقبة إذن تأثر الأردن قبل عام 2014 عندما جاء داعش واحتل أجزاء من مساحة العراق ومدن تأثر الأردن كثيرا عندما قطع هذا الطريق وبدأت هناك صعوبات اقتصادية داخل الأردن طيب وعليه سيد ماجد نعم عذرا عن المقاطعة سيد ماجد لكن وعليه هل تتوقع أن الأردن سينجح في حالة الأزمة الحالية الموجودة خصوصا الصراع ما بين إيران وأمريكا على أرض العراق هل لديه تلك القدرة الدبلوماسية لرأب الصدع حاليا الموجود وتجنيب العراق حربا قال الأردن أنها سوف تجلب الويلات للمنطقة كلها إذا ما اشتعل العراق لا سامع الله نعم هذا صحيح يعني المعروف أنه ملك الأردن في بروكسل كان قد ألقى خطابا وأكد على استقرار ودعم العراق وسيادة العراق لأنه يدرك أن العراق هو حجر الزاوية في هذه المنظومة وبالتالي الفوضى وعدم الاستقرار والصراع الأمريكي الإيراني واحتمال المواجهة المباشرة العسكرية سوف ليست اقتصر على الجغرافية العسكرية العراقية أو الإيرانية وإنما سوف تمتد من لبنان وحتى أفغانستان وأننا نعرف قد تتحول إلى حرب شاملة ولكن هناك اليوم توزيع للأدوار يعني الأردن لديه علاقات ستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبإمكان الدبلوماسية الأردنية أيضا من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية من أجل تهدئة الأوضاع كذلك هناك قطر أيضا قد جاء وزير الخارجية وقد سبق أمير دولة قطر إلى طهران أيضا يصب في هذا المجال قبل هذه الزيارتين كانت هناك زيارة لوزير الخارجية التركي أيضا إلى بغداد إذن اليوم الدول الإقليم هي تشعر وتدرك مخاطر هذا أسرع ليس فقط على العراق وإنما على جميع هذه الدول وبالتالي أعتقد الأردن يستطيع أن يلعب دور وسيط مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل لتهدئة الأمور داخل العراق وتجنب العراق المواجهة المباشرة ما بين واشنطن وما بين طهران طيب في خضم هذا الصراع وفي خضم هذه المواصلات بين الدول العربية وبعضها غير العربية لحل حلة الأزمة حالية الموجودة هناك تهديد صريح من الولايات المتحدة الأمريكية بسحب أو تجميد الكثير من الأموال ربما قد يقدر أقلها بـ 35 مليار دولار تابعة للأصول العراقية هذا التهديد الأمريكي ألن ينعكس على قضية حل حلة الأزمة وعرقلة الحلول الدبلوماسية التي تسعى الكثير من الدول لحلها لرأب الصدع الموجود حاليا في المنطقة واشنطن لوحت بهذه العقوبات بومبيو لوح بها وكذلك الرئيس ترامب وغيره من السياسين أو المؤسسات الأمريكية المعروفة حول فرض عقوبات على العراق وقسم تطرق على وجود هناك 35 مليار دولار وآخرين تطرقوا إلى الجانب الأمني والجانب الاقتصادي لكن كلها يتلوح بالعقوبات فيما لو أقدم العراق وأصار على إخراج القوات الأمريكية أو التحالف الدولي من العراق وبالتالي أيضا الأردن هنا ينظر إلى أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة الغربية وفي قاعدة عين الأسد وبعض المناطق الأخرى هو لضمان أمن حدودا من التنظيمات الإرهابية خروج القوات الأمريكية من العراق يعتقد الأخوة في الأردن أنه سوف تكون هناك تهديدات على أمنهم الوطني وخصوصا اليوم كل جهودهم موزعة أو مركزة على الشمال الأردن يعني حدودهم مع السورية هناك لديهم 375 كيلومتر طول حدود وبذلك عندما يكون هناك زيادة في رقعة المواجهة والتهديدات على الساحة الأردنية من خلال الحدود العراقية الأردنية التي تبلغ طولها 181 كيلومتر هذا سيكون لديها أثمان باهضة ومكلفة ومرهقة ليس فقط اقتصاديا على الأردن وحتى على القوات الأمنية والاستخبارية الأردنية أمنيا وعسكريا إذن الجميع يدرك هذه المخاطر ويدرك عواقب هذه المخاطر إلا انتظر الأيام القادمة وما تسفر له من نتائج حول هذه الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة اتضحت الفكرة المحلل العسكري والستراتيجية سيد ماجد القيسي شكرا جزيلا لك بحث وزير الخارجية محمد الحكيم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أناتو يينس ستولتنبرغ تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة وفي بيان لها قالت الخارجية إن الجانبين ناقش عبر اتصال هاتفي مستقبل العلاقة مع الحلف وآليات التعاون المشترك بحسب البيان فإن الحكيمة أكد على أهمية تعزيز دور العراق في الدفاع عن سيادته وتجنيبه أن يكون ساحة للصراع الإقليمي تستمر المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول العلاقات الأمنية بين البلدين ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق اللواء الركن عبدالكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قال إن الحكومة تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية وللعراق ملاحظات تتعلق بهذا الملف وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته مضيفا أن المفاوضات لم تنتهي بعد حذر تقرير أمريكي من عواقب أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية سيواجهها العراق في حال مضى قدما بقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد مركز أتلانتيك كانسل الأمريكي للدراسات والبحوث نقل عن سفيرة العراق السابقة في الولايات المتحدة رند الرحيم قولها إن التداعيات الأمنية لقرار البرلمان العراقي تتمثل في فقدان التدريب والدعم اللوجستي والتقني ومشاركة المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها التحالف للقوات العراقية مضيفا أن الجانب الاقتصادي مهدد بشكل خطير خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية والاستيلاء على الأصول العراقية في الخارج كما أن قطاع النفط بحسب قولها سيعاني وستنخفض العائدات وبالتالي سينهار اقتصاد البلاد للحديث أكثر حول هذا المنظوع ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي ربيع الجواري مرحبا بك أستاذ ربيع إذن أستاذ ربيع اليوم المتحدث باسم القادر العام للقوات المسلحة يقول أن هناك ملاحظات على التواجد الأمريكي في العراق برأيك ما هي أبرز هذه الملاحظات بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدي حياتكم الكرام يعني بصراحة أيضا سماعت هناك تصريح بأن أيضا كردستان ملزمة أن تطبق القرار السيادي نعم هذا أيضا ما جاء على لسان السيد عبد الكريم خلال الأمريكية بالضبط من على أراضيها ولكن أنا أحب أن أنوه أن كردستان غير ملزمة بذلك ولأسباب منها أولا أن المحاصصة أو النظام السياسي الذي بني منذ عام 2003 ولحد الآن بني على أساس التوافق وليس على أساس الأغلبية حقيقة ما حدث في قبة البرلمان والتصويت الذي حصل بإخراج القوات الأمريكية هو كان من طرف واحد وهي الكتل الشيعية ولم يؤيد ذلك الكتل الكردستانية وكذلك الكتل السينية هذا يعنينا أن الشيعة قد تفردوا بالقرار مع العلم أنه منذ عام 2003 بنيت كل المؤسسات السياسية العسكرية أو التنفيذية بنيت على أساس التوافق منها أولا يوزعون أن رئيس الجمهورية هو من المكون الكردي رئيس مجلس النواب هو من المكون السني رئيس الحكومة هو من المكون الشيعي ولذلك اليوم هم اختلفوا بهذا الطرح وأيضا حقيقة أصبحت كردستان غير ملزمة بتطبيق مثل ما يقول عبدالجبار خلف بتطبيق القرار السيادي بإخراج القوات الأمريكية من كردستان طيب سألتك عن قولة سيد عبدالكريم خلف الناطق باسم القادر العام للقوات المسلحة قوله أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين أمريكا بين الولايات المتحدة عفوا والعراق بشأن ملاحظات حول التواجد الأمريكي في العراق برأيك ما هي هذه الملاحظات بعد أن وقعت الكثير من الاتفاقيات تلزم الحكومة العراقية على بقاء القوات الأمريكية في العراق هل تغيرت الاتفاقية بالتالي أصبح هناك حديث عن ملاحظات تم الكلام بها بعد القصف أو بعد حادثة اغتيال سليماني والمهندس أستاذ أهم الملاحظات هي أننا كدولة وللها سيادة وللها اتفاقيات تبرم مع دول معينة علينا أن نلتزم بهذه الاتفاقيات نحن لسنا معنيين بالحرب الأمريكية الإيرانية نحن لسنا معنيين بالتصعيد الإيراني الأمريكي نحن علينا الالتزام بالاتفاقات التي أبرمناها مع الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة لماذا عندما دخل تنظيم داعش واحتلت ثلث مساحة العراق يعني مثل ما تقول أصبحت الحكومة العراقية تتوسل بالولايات المتحدة لكي تريد أن تؤمن لها غطاء جوي وتحارب تنظيم داعش اليوم حقيقة نحن لسنا أمام عواطف نحن لسنا أمام يعني نرفع عضلاتنا ونتكلم بشيء من العاطفة اليوم مثلا الأحزاب الشيعية ترفع شعار أن تريد أن تحارب أمريكا وتريد أن تطلع أمريكا من العراق وهي من أمريكا من وفرة الأمان في الدولة العراقية هي أمريكا من استطاعت أن تقضي على تنظيم داعش اليوم حقيقة أعتقد الحكومة العراقية تلجأ أو تذهب إلى العاطفة وأيضا مناصرة الأحزاب الشيعية في هذا الموضوع بما أن القوات الأمريكية كما تتحدث كان لها الأغلبية في موضوعة دحر تنظيم داعش هناك أيضا كثر الحديث عن تسليط العقوبات الأمريكية على العراق في حال استمر البرلمان بطرح موضوعة إخراج القوات الأمريكية من العراق إذا ما حدث ذلك هل يعني أن العراق سوف ينحاز أكثر إلى الجانب الأمريكي باعتبار أن العقوبات موجودة من قبل الأمريكيين وليس من قبل الإيرانيين فماذا سيخسر العراق إذا انحاز إلى الطرف الأمريكي طالما لا يوجد عقوبات من إيران هل تتفق مع هذا الطرح؟ أستاذ الفاضل يعني اليوم حقيقة هذه العقوبات إذا ما تعنتت الحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية حقيقة هناك اتفاقيات بين الجانب العراق والجانب الأمريكي ومن حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات لأن مثل ما تعرف أن القواعد الأمريكية الموجودة بالعراق وكذلك الجهد الذي بدلته في سبيل إخراج تنظيم داعش كلفها مليارات الدولارات حقيقة ليس من السهولة أن تخرج بين ليلة وضحاها بسبب تعنت من قبل حكومة لا تعرف مصرحة شعبها اليوم حقيقة يجب على الحكومة أن تنظر بالمستقبل تنظر إلى البعد الاستراتيجي الذي ينجي الشعب العراقي اليوم حقيقة حتى الأطراف الشيعية ومنهم في قبة البرلمان هناك من رفع أيديه وقال بإخراج القوات الأمريكية من العراق اليوم حقيقة أكثر من النصف هم مؤيدين لبقاء القوات الأمريكية في الخفاء أمام شاشات التلفزيونية دعم هذا ما صرح به بومبيو عبر تغريدة الله وعبر تصريح أيضا بالضبط هذا ما صرح به وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو حينما قال أن خمسين مسؤولين عراقين يجتمع بهم بومبيو وقالوا أنهم يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في السر لكن في العلن يقولون غير ذلك شكرا لك جزيلا شكرا للمحلل السياسية سيد ربيع على الجواري شهد جسر السنك وسط العاصمة بغداد تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات مجهولة لم تكن ضمن التشكيلات الأمنية وقع على إثرها ثلاثة شهداء وعشرات الجرحة وأكد المتظاهرون أن الحديثة وقعت مساء أمس بعد أن هجمت القوة خيام الاعتصام بشكل مفاجئ مشيرين إلى أن أي تصعيد من قبل المتظاهرين سيكون سلميا ردا على وقوع شهداء وجرحة شمر علينا دخالية ما قمنا ورحنا يحجينا وياهم كاف بطلة ويصيح لهم أن ذا بيحكم صلاحنا بدخالية وصلاحنا بصوتية ما يحجينا إنهم بالأخير قاموا يشتغلوا عليه طلاق حي راح لنا الثالث شهداء والباقي كلها جرحة يعني هم قاعدين وباقين هنا بالتحرير وما نروح من التحرير وباقين بالتحرير دعمونا عمي فالمرة لا يخافون من الله وكلها أحزاب لا جيش ولا شغل كلها أحزاب كافي لك الله كلها أحزاب وقعوا يضربوننا ما يخافون من الله بس احنا بلهم باقين لو للموت لو رايحين بالعلم ملفوفين لو مرتفعين بدينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم مرحبا بك علي علي إذا كنت تسمعني هل لا حدثتنا أكثر عن تفاصيل ما يحدث لديك في ساحة التحرير أو بقية المناطق في العاصمة التي تشهد محافظات مرحبا بك زميلي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية التظاهرات هنا مستمرة والاعتصامات مستمرة هذه الاعتصامات التي تجاوزت المئة يوم يؤكد المؤتصمين هنا والمتظاهرين أنهم باقون ومستمرون إلى غاية تنفيذ كل المطالب التي طالبوا بها في البداية ويطالبون الكتل السياسية بالإسراع باختيار شخصية رئيس الوزراء لأنهم الآن واليوم ينضمون مع مهلة الناصرية ويهددون بالتصعيد أكثر في حال انتهت مهلة الناصرية ولم يتم اختيار شخصية رئيس الوزراء للحديث أكثر عن ما يجري هنا داخل ساحة التحرير وبالعاصمة بغداس نتحدث مع المتظاهرين الموجودين هنا نبدأ مع البيان الذي يحاول المتظاهرين هنا إيصاله من خلال شاشة قناة الفلوجة السلام عليكم وحكرا عن البيان بسم الله الرحمن الرحيم تحت شعار مهلة الناصرية مهلة وطن نحن ثوار ساحة التحرير من بغداد نعنل تأيدنا للمهلة التي وضعها ثوار ذيقار الشجعان لتنفيذ مطالبهم الحق وستكون في بغداد وستكون في بغداد على الموعد مع أخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن في وجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة لبناء عراق واحد موحد ولسيادة تحمي أمن ومصالح المواطنين الرحمة لشهداءنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا وفي حالة التسويف والمماطلة سيكون لنا تصعيدا آخر عاش العراق عاش العراق عاش الوطن عاش الشعب عاش العراق شكرا جزيلا هذا كان بيان متضاهرين التحرير لتأييدهم لمهلة الناصرية السلام عليكم وعليكم عراق واحد بلد واحد يقول الناصرية يقول ابو بغداد يقول ابو بغداد يقول ابو ناصرية شكرا جزيلا أيضا عمليات الاختطاف والاختيال داخل ساحة التحرير مستمرة للحديث عن عمليات الاختيال أو الاختطاف يوم أمس اختطف شخص من هنا من أحد الخيم القريبة أحد أصدقائه سيحدثنا عن ما جرى يوم أمس وكيف تمت عملية الاختطاف السلام عليكم عليكم السلام حبيبي طبعا من خلال منبركم الشريف أحب أوجه دعوة لكل الشخصيات الصالحة بالبلد لكل المنابر الخيرة المنابر المطالبة بالإصلاح احنا اليوم جاي تتكرر علينا حالات اختطاف لا اليوم ولا البارحة ولا مرة ولا مرتين يعني شباب مثقفة مرتبة مستقلة همهة وكل اللي تفكر بي هي وطن كريم تعيش بي عيشة كريمة ليلة أمس صديقي أحمد فاضل محمد المعروف باسم أحمد تاج رجع من خيمته للبيت وانغلق تليفونه وراء الساعة بالثنتين بالليل وأهله ما يعرفون أي شي عنه ولا احنا نعرف أي شي عنه تليفونه مغلق دورنا مراكز الشرطة دورنا المستشفيات دورنا حتى المناطق اللي هو يتردد إليه أحمد ما إلي أثر أحمد صار ليومين ما إلي أي خبر مختطف إحنا اليوم نريد نوجه رسالة أنت خطفت مرة ومرتين وثلاثة وشفت العالم ما تأثرت ولا خافت ولا تنهز داخلها أنت من تصر على الخطف معناها أنت أفلست أنت وصلت لمرحلة ما عندك أي قوة إضافية فتلجأ لهاي الطرق الخسيسة والنذلة إحنا اليوم نطالب السلطات العراقية إذا باقي عندها ذرة نزاها وإذا باقي ذرة سيادة بهذا البلد كل متظاهر يتم اختطافه أو تهديده أو التنكيل به هو انتهاك لسيادة هذا البلد نطلب أطلاق صراح أحمد تاج صديقنا ومع كل المختطفين ونتمنى من الدولة العراقية أخذ خطوة جريئة وحقيقية في سبيل أن تكف هذه الاعتداءات اللي جاي يصير علينا اليوم شن ذل بالمتظاهر يطلع من ساحات الاعتصام وهو خايف وما مؤمن على نفسه يأما يرجع للبيت وأما لا اليوم أهالي المتظاهرين همها ثنيا همها شنون هو يبقى سالم بساحات الاعتصام من الشغب ومن الاعتداءات الجاي يصير وهمها شن راح يرجع لبيته سالم هاي كارثة كبرى فنطالب بأطلاق صراح المختطف المغدور به أحمد تاج وكل المختطفين أطلاقا أي شخص يعتدى عليه أو يخطفونه من ساحات الاعتصام هذا مطلب جماهيري يجب أن الافراج عنهم وأردوجه رسالة أخيرة كلما زادت عمليات الخطف وكلما زادت تهديداتكم ازددنا قوة وأصرار لغاية تحقيق المطالب وبغداد وكل المحافظات شام خراف عراسي وأجلها من أن أدنق عراسي شكرا جزيلا لك أيضا الوضع الأمني اليوم داخل ساعة التحرير خاصة بعد أحداث السنك يوم أمس هذه الحادثة سنتحدث عنها قليلا يتحدث المتظاهرين أو الأشخاص الذين كانوا موجودين على جسر السنك بدأت بمشادة كلامية بين المتظاهرين وبين قوات الشغب بعدها كان هناك حديث بينهم بعدها يقول المتظاهرين أن قوات الشغب قامت بالرمي عليهم قنابل صوتية وأيضا قنابل مسيحة للدموع بينما قوات الشغب تقول أن المتظاهرين تم رميهم بمولوتوف كما حدثوناهم وكما تحدثوهم من مصادر خاصة ومن بعض الأشخاص المتواجدين بالشغب أيضا نتحدث أكثر هنا عن المهلل اللي كانت موجودة نعم وباختصار علي لو سمعت السلام عليكم حدثنا عن ما تريدون والله إحنا مثل ما قال أخويا وأبو تحسين إحنا ويا الناصرية ويا كافة المحافظات ولهم مننا سواد الليل ما الباشر قطت الناصرية إلى يوم عشرين وإحنا وياها 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 وباقين هنا وصامدين والله والله ما نعوف التحرير إلا تتحقق مطالب الشباب هاي مو إحنا الشياب الشباب هاي ونقول يا عراق ابنت بايع روح يا عراق ابنت شكرا جزيلا قبرتك نعم جميلي هذا ما حدث به المتظاهرين ينخطفون عشرة ينخطفون مية قافلين على القضية نموت عشرة نموت مية قافلين على القضية شكرا جزيلا لكم هذه كانت رسالة المتظاهرين من هنا من داخل نعم اتضحت الفكرة اتضحت الفكرة مراسلنا ومراسقنات الفلوجة من بغداد دعالي عبدالكريم شكرا جزيلا لك في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة قطع متظاهرون غاضبون طريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية فيما هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة المتظاهرون توجهوا بالعشرات إلى الطريق السريع ومنعوا حركة العجلات ذهابا وإيابا احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي خرجوا لأجلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر المحتجون شددوا أيضا على وجوب اختيار رئيس للحكومة غير منتمن لأي جهة سياسية أو حزبية مهلة الناصرية مهلة العراق اليوم شبابنا مثل ما بالناصرية لبوا نداء العراق احنا نلب نداء الناصرية لأنه هو نداء العراق مهلتنا مع مهلة الناصرية خلال سبعة أيام مضى منها يوم واحد تنفيذ مطالبنا وهي المصادقة رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات المضيب الانتخابات الموكرة وكذلك اختيار رئيس الوزراء من خارج الكابينات الوزارية السياسية والأحزاب هذه مطالبنا رسالة للحكومة العراقية الفاقدة للشرعية كفاكم مماطلة كفاكم تسوير كفاكم ضحك على عقول الثوار سمعوا هذه الرسالة اليوم سلمية لكم سبعة أيام واحد خلاص عميس مثل مهلة الناصرية بقى ست أيام اذا ما سويتوا حل انه وللعراق راح تشوفون غير شي اليوم قطعنا السريع ساعتين سلمية بالعالم العراقي وكل الفضايات جاي الصور احنا ناس سلميين اقب التظاهرات الجارية في محافظة كربل اعلنت شرطة المحافظة اعتقال خمسة اشخاص وصافتهم بالمخربين الشرطة اوضحت في بيانها ان قوة تابعة لها اعتقلت هؤلاء الاشخاص اثناء محاولتهم صنع قنابل المولوتوف بهدف حرق المباني والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين فيما اشارت الى ان وعي المواطنين وتعاونهم مع القوات الامنية اثمر بالقبض على هذه المجموعة واحالتها الى القضاء عقب استشهد المراسل احمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي اعلن فرع نقابة الصحفيين في محافظة البصرة ايقاف كافة نشاطات النقابة فضلا عن الغاء الاحتفال بعيد الصحافة البصرية المائة والثلاثين نقابة الصحفيين في البصرة اوضحت ان الثامن عشر من كانون الثاني الحالي هو عيد ميلاد الصحافة البصرية حيث صدرت اول صحيفة بصرية وهي صحيفة بصرة في الثامن عشر من كانون الثاني في العام الف وثمانمائة وتسعين خلال العهد العثماني النقابة اكدت ان كافة نشاطات النقابة توقفت حدادا على ارواح الشهدين احمد وصفاء احتجاجا على خطف مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة ديالة قررت الدائرة تحديد يوم غد الاحد موعدا للاضراب العام لكل المؤسسات الصحية داخل المحافظة الدائرة اكدت ان الاضراب يعد رسالة الى الجهات المختصة بضرورة السعي لاطلاق سراح المختطف وسام الربيع وتعقب الجنات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مشيرة الى ان ما حصل اثار قلقا لدى المؤسسة الصحية وانه اعادة لسيناريو انتهى قبل سنوات واكد يؤدي الى هجرة جماعية للاطباء من ديالة مشاهدنا الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل احياء جنوبي الفلوجة تناشد وزارة الكهرباء لحل ازمة الطاقة واعادة تأهيل شبكتها بعد اغلاقه منذ اسبوعين نشد اصحاب محلات تصليح السيارات بفتح شارع البريد وسط مدينة الرمدي بمحافظة الانبار اصحاب المحال اكدوا ان الحركة التجارية قلت بشكل كبير جراء اغلاق الشارع بما اشاروا الى وجود حلول كثيرة غير ذلك الاجراء كما طلبوا الجهات المعنية باعادة النظر في الموضوع والغاء قرار اغلاق الشارع نحن نطالب فتح الشارع لأن نقطع رزقنا من يوم السد والشارع لحد الآن نحن لا نشتغل في الأسر العمال لا نطلع وحال نقطع رزقنا نحن نطالب فتح الشارع الناس يقولون البلدية الناس يقولون المرور الناس الشرطة لا أفتهمنا هو الشارع حتى لا يستديته ولا ازدحام نحن نقطع رزقنا ونصدنا أسبوعا من سد والآن كل شي لا نشتغل نحن الكهربائين والسيارات ليست فقط نحن 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 نطالب فتح الشارع الكهربائين كل هن قطع رزقها نحن نصبا أصحاب مهن والشارع هذا التجاري نزم وستدام الشارع لا يجعلون يدخل علينا يعني في صراحة قطع رزقنا ثاني الشي هو شارع تعبان يعني هو ما يكون حل لهذا الشارع إلا يقطعوا أكوية حلول له عزين؟ واحد يفكر شوي ويشتغل الآن نطالب أرخي أبن هذا الشارع يفتحوا لنا لأن هذه المحلات كلها تورزة كلها عليها فنطالب المسؤولين بأن شوية ينظرون علينا شوية ويسهنون هذه أمور الناس هاي يا أخي بله يقول لك لأن سبب ازدحام هو شري الازدحام هو شارع واحد ومن هناك أكون مكان أكون منفذ ثاني أكون منفذ ثاني سألك هو هذا شارع ما يأثير بالنسبة السدة ما يأثير على فشي مود يقول مثلا شارع رئيس على مود السدة نحو ثلاثمائة منزل في أحياء سكانية ثلاثة في القطاع الجنوبي بالفلوجة تعتمد على تيار كهربائي من محولة واحدة وسط مطالبات بعادة تأهيل الشبكة الكهربائية القصة بالكامل مع مراسلنا سلام خالد محولة كهربائية واحدة تتوسط منازل من ثلاثة أحياء سكنية في القاطع الجنوبي في الفلوجة وهي الأمين والسلام والمأمن مواطنون هنا يطالبون بتوفير المحولات لفك الاختناق فضلا عن ضرورة استقرار التيار الكهربائي وهي الشوفة قدامك وأمامك يعني حي الأمين وحي السلام وجزء من حي المؤمن هي عليها وأكثر من ثلاثمائة بيت كهرباء قلوب ما تشل قلوب ما تشل يعني أين نروح أين نوجه أنفزنا سكان حي الأمين يؤكدون أن دائرة الكهرباء وفرت منذ أربعة أشهر أعمدة فقط من دون أسلاك أو محولات مؤكدين على استعدادهم لجمع المبالغ المالية اللازمة لتوفير الكهرباء لمنازلهم القاطع الجنوبي من الأكثر الأحياء السكنية تضاررا من قلة الخدمات الضرورية فالمواطنون يرون أن مراجعاتهم المتكررة للدوائر الخدمية لم تجد نفعا في توفير ما يحتاجونه من خدمات أما دائرة الكهرباء فأكدت أنها تعمل على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بالمواد المتوفرة لديها مناطق خارج الفلوجة واسطة الكهرباء خدمات ونحن مناطقنا هنا هاي طاب وصرف لا خدمات لا مي لا كهرباء يعني كل شيء ما عدنا أي خدمات ما موجودة بتوفر عدنا يعني الناشر المسؤولين يلتفتون لهذه المنطقة يشوفون وضحها يعني منطقة طاب وصرف من ضمن الفلوجة ومن داخل الفلوجة ومن ضمن حدود الفلوجة أي خدمات ما عدنا لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار دعما لخطوات مكافحة الفساد أقر برلمان وقليم كردستان وبأغلبية أعضائه مشروع قانون الأصلاح بعد قراءتين له تفاصيل تتابعونها في سياق تقرير مراسلنا بشير الحسن بعد إجراء القراءة الثانية له أمضى برلمان وقليم كردستان وبأغلبية مطلقة بالمصادقة على مشروع قانون الإصلاح المتعلق برواتب ومخصصات المتقاعدين والامتيازات الأخرى والذي يتركز على تحقيق أسس العدالة والمكافأة والاستحقاقات لشرائح المجتمع الكردستاني المختلفة اليوم خطوة إيجابية ولكن هذا لا يتعدى نسبة أكثر من 20% من برنامج الحكومي لإجراء إصلاحات أكثر هذا ما صرح به ممثلي الحكومة عندما حضروا جلسة البرلمان قبل يومين وأيضا هناك توجه من حكومة الأقليم بإعداد مشروع خاص لتحسين ووضع نظام تقاعدي خاص بإقليم كردستان أسوة بما موجود هو في الحكومة العراقية ولكن لخصوصية الأقليم يحتاج إلى أن تكون هناك قانون خاص للنظام التقاعدي سيتم تصويت عليها بعد 6 أشهر إن شاء الله وتسعى رئاسات الأقليم الثلاثة والكتل السياسية بتوحيد موقفها لضمان حقوق شعب كردستان وكيفية التعامل مع الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد وداعمة للخطوات الإصلاحية في مكافحة الفساد تمت الخروقات كثيرة من قبل الرئاسة المقرأة للمجلس البرلمان كردستان وكانت الخروقات لصالح الحكومة أو لصالح السلطة لأنه كانت لدينا ولدى بعض القوى الكتل السياسية المعارضة آراء حيث طرحناها من قبل يومين ولم يدخلوها في جدولة الأعمال وأنا أتشرف بأنه كما وعدت الناخبين ومصوتين لديها وكما وعدت رب العالمين بأنه أبدا لا أصوت في أي مادة تضر الشعب ونعم أصوت وصوتت للمواد القانونية التي تصب بصالح مصلحة الشعب مشروع قانون الإصلاح صوتت عليه 89 من أصل 111 برلمانيا يتألف من 11 مادة والذي سيضمن حقوق وامتيازات ذو الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وقوات البيش مارقة إقرار مشروع قانون الإصلاح يهدف إلى تحقيق العدالة في تنظيم الرواتب وتوزيع الواردات والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من إقراره من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة مشاهدين الكرام نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الشيخ الخنجر يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويبحث معه التطورات في العراق والمنطقة الأردن يجدد دعمه للعراق في مواجهة التحديات الراهنة ووزير خارجيته يزور بغداد حوارات إخراج القوات الأمريكية تستمر ومخاوف من تجميد الأصول العراقية في الخارج وليلة دامية قرب ساحة التحرير شهداء بهجوم شنه مسلحون على المتظاهرين في السمك إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النشر للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على التواصل الاجتماعي وكذلك موقع الفلوجة دو تيفي إلى اللقاء